بعد قطيعة دامت ستة وأربعين عاما تستأنف إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد لذا ربما وصف نتنياهو زيارته لهذه الدولة الإفريقية بأنها حدث تاريخي أزور تشاد للمرة الأولى أنا هنا لإعادة تأسيس علاقاتنا الدبلوماسية سنكون شركاء في سياغة مستقبل مزدهر وآمن لبلدين وبمعنى أكبر لإفريقيا وخارجها تشاد دولة عملاقة الحجم تقع في قلب إفريقيا استئناف العلاقات هو نتيجة عمل مكثف قمنا به على مدار السنوات الأخيرة تناولت المباحثات بين الطرفين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بحسب الصيغة الرسمية للبيان الصادر في عقاب الزيارة ورفض الجانبان تأكيد تباحثهما في صفقات سلاح رغم تقارير تفيد بأن تشاد حصلت على أسلحة إسرائيلية لمواجهة المسلحين في مناطق من البلاد تأتي هذه الزيارة وي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تشاد بعد أن قام الرئيس التشادي دريس ديبي بزيارة إسرائيل في نوانبير الماضي وتبذل إسرائيل في الفترة الأخيرة جهودا حثيثة تستهدف زيادة انتشارها عبر مناطق مختلفة من العالم وتحسين العلاقات بين تل أبيب وعدد من العواصم ويرغب رئيس وزرائها في أن يحقق المزيد من الإنجازات الدبلوماسية في المستقبل ما فتح جسور التعاون على مستويات مختلفة من القطاع الأمني إلى قطاع التكنولوجيا مرورا بقطاع الزراعة ومجالات أخرى وفي هذا السياق يأتي سعي تل أبيب لتطوير علاقاتها خصوصا في القارة الإفريقية